بنات الشمس معي أنا أماني مرحبا الفن رسالة وأهم رسالة ممكن يحملها الفنان هي الإنسانية مو بس من خلال أعماله الفنية وكمان من خلال سلوكه وطريقة تعامله مع فنه وبنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي فنانة تشكيلية سورية قدمت بادرة إنسانية جسدت من خلالها رسالة الفنان الحقيقي بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي هالة السيد يلي تبرعت بأحد معارضة بسنة 2016 بلوحات الفنية وعددها 32 لوحة لصالح الأطفال السوريين اللاجئين بالمغرب رغم إنه الفنانة هالة السيد ما قدرت تحضر هذا المعرض يلي صار بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بسبب عدم حصولها على تأشيرة الدخول قبل تاريخ المعرض إلا إنه هذا الشي ما كان عائق لتقديم إيد العون للاجئين السوريين بالمغرب المعرض اللي حمل اسم عشق الحروف اتركزت فيه مواضيع لوحات هالة على الحروف العربية وبحسب جمعية إبداع المغرب والحضارات المنظمة للمعرض لقيت مبادرة الفنانة هالة السيد استحسان كبير بالوسطين الفني والسياسي المغربيين من جهة لأنه أعمال هالة الفنية رتبطت بشكل كبير بالاهتمام والتراث والتأكيد الهوية العربية والإسلامية بمواجهة الاتجاهات الغربية الفنية يلي سيطرت على فنون العالم المعاصر واللي حولتها لشكل مكرر ومستنسخ منها ومن جهة تانية لأنه الفنانة هالة السيد بتنحدر من بلد عريق بالحضارات والثقافات يلي هو سوريا من خلال تبرع هالة بلوحاتها الاثنين وثلاثين جسدت رسالة الفنانة الحقيقي يلي ما بتكون بعيدة عن الناس المحتاجين وهيك حملة الفنانة السورية هالة السيد بجدارة لقب بنت الشمس بنات الشمس معي أنا أماني ترجمة نانسي قنقر